للسؤال الخامس من مجموعة الأسئلة التي أجبت عليها في الحلقات المتقدمة وبقي منها هذا السؤال وفي الحقيقة ما هو بسؤال علميا قد يكون إشكالا يرتبط بأسلوب حديثي في برامج المتأخرة حيث تغيرت طريقة كلامي وأخذت أستعمل ألفاظا سوقية وألفاظا قاسية جدا قد تكون موحشة إلى حد بعيد وهذا أمر ما كنت أقترب منه في سالف السنين يتساءلون ما الذي دفعني إلى تغيير أسلوبي سأجيبكم في البداية بنحو إجمالي وبعد ذلك أضع بين أيديكم معطياتي معطياتي ثقافة الكتاب والعترة مرت السنون والسنون والسنون وأنا حين أتحدث عن مراجع الشيعة أتحدث بأدب عال وتوقير وذكر للألقاب التي يستعملونها مع أنني أرفضها جملة وتفصيل لكنني أستعملها بحسب ما هم يستعملونها وصدقوني كادر قناة القمر يسمعونني الآن هكذا كنت أطلب منهم وما غيرت طلبي من أننا إذا أردنا أن نعرض صورة مرجع من المراجع صورة شخصية من الشخصيات الشيعية ابحثوا عن كل الصور المتوفرة واعرضوها علي كي أختار أفضل هذه الصور وأجمل هذه الصور وأقول لهم أكتبوا على هذه الصور مثل ما هم يكتبون عن أنفسهم وكنت دائما أقول لهم إذا أردتم أن تأخذوا أو تختاروا صورة فافترضوا أنفسكم أنكم ذاهبون كي تخطبوا امرأة لهذا الذي نعرض صورته وقد أخذتم صورته معكم لكي تراها تلك المرأة فاختاروا أفضل الصور وأعتقد أن هذا واضح جدا في برامجي فأنا لا أختار الصور السيئة والصور القبيحة والصور التي تعطي إحاء سيئا ودائما تكون الكتابات مع تلك الصور بحسب صاحب صورة وما يكتبه عنه أتباعه هكذا كنت أتعامل مع مراجع الشيعة بأدب عال وأنقلوا كلامهم من كتبهم لا كذبت عليهم ولا افتريت عليهم ولا حرفت كلامهم ولا قمت بعملية قص ولصق لو كنت قد فعلت ذلك لشهروه في كل مكان وأظهروه إنني تحدثت بصدق ونقلت كلامهم بأمانة من كتبهم بشكل مباشر وعرضت الوثائق والفيديوات وإننا لا نعرض فيديو حتى نتأكد من أنه لم يتعر لتزوير أو فبركة أو تحريف نبذل قصارى جهدنا وكل هذا بمتابعة مباشرة مني أنا أتابع الفيديوات واحدا واحدا أتابع الوثائق وثيقة وثيقة وأنا الذي أرتبها أنا أختار الأوقات التي تقتطع من النصوص الأصلية حتى لا يعبث عابث بها أنا الذي أختارها بنفسي وأنا الذي أشرف على تسلسل عرضها وإلى آخر لحظة قبل دخولي إلى الاستوديو فإنني أذهب إلى المونتاج وأذهب إلى إدارة البرامج كي أشرف بنفسي على تفاصيل البرنامج الذي أقدمه كي أشرف على الفيديوات وعلى الوثائق لأنني صدقوني لن أستطيع أن أضع رأسي على وسهدتي وأنام مستريحا وأنا ما أنجزت عملي على أحسن وجه بحدود الإمكانات المتوفرة لنا في هذه المؤسسة وبحدود قدرات البشرية التي تخضع للتقصير في بعض الأحيان وللقصور في أحيان أخرى هذا هو الذي كنت أفعله هم ماذا يفعلون معي يكذبون يقولون من أنني أفتري عليهم أكلاؤهم خطباؤهم أولادهم أصهارهم أتباعهم وسائل إعلامهم يقولون يقولون من أنني أكذب عليهم وأنا أتحداهم دائما أقول لهم أظهروا لي كذبة واعدة لا يستطيعون لا يستطيعون لأنني لا أكذب عليهم أنا أتحرد دقة والأمانة في النقل إلى أبعد الحدود لا خوفا منهم أفدا لا خوفا منهم هذه طبيعتي لأنني لأنني لا أستريح حتى أنجز عملي على أحسن وجه مثل ما ترون ترتيب الكتب على الطاولة أمامي أنا الذي أرتبها أنا الذي أرتبها وأنا الذي أنظبها ولا أقبل أن أي أحد يضع يده هنا حتى هذا الموقت أنا الذي أضعه هنا لا أقبل أن أحد يمد يده في عملي هم ماذا يفعلون يكذبونني وبعد ذلك يفترون علي من أنني فعلت كذا وقلت كذا وأنا أتحمل هذا وأصبر على هذا تمر السنون تمر الأيام تمر الشهور أنا أتحدث بصدق عنهم أنقلوا كلامهم من كتبهم من دون تحريف أعرضوا الوثائق التي ترتبط بهم بعد أن أتأكد من دقتها وصحتها أقوم بكل هذا ومع ذلك أطالب الناس أن تتأكد بنفسها دائما أطالب المشاهدين أن يحترموا عقولهم وأن يتأكدوا من صحة المعلومات التي أطرحها وأقيم الأدلة الواضحة على بطلان ما يقوله هؤلاء المراجع هذا كله أنا أفعله عبر السنين والسنين والسنين وهم يواجهونني بتكذيبي من أنني أكذب عليهم من أنني أفتري على مراجع الشيعة من أنني من أنني من أنني وبعد ذلك يضيفون إلى كل هذا من أنني ماسوني من أنني أعمل في أجواء المخابرات الدولية من أنني كذا وكذا 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 وأنا أتحمل ذلك ما غيرت طريقتي ولا غيرت أسلوبي مع هؤلاء الكذابين الدجالين السفلة أتحدث عن كباري مراجع النجف وكربلاء من المرجع الأعلى إلى المرجع القندرة إلى المرجع الأسفل كان هذا هو أسلوبي ولكن طالت السنون وبدأت أستشعر من أنه لم يبقى من العمر شيء وأنا أجد أمامي حاجزا سميكا من قدسية زائفة لهؤلاء المراجع لا حقيقة لا هؤلاء قمامة قمامة ناصبية وقذارة مخالفة لمنهج أهل البيت من عمائمهم الإبليسية العباسيهة القذرة إلى لحاهم الجهنمية ما زاد على قبضة في الأحاديث فهو في نار جهنم ولحاهم أكثر من قبضة رؤوس مشحونة بقذارات الطوسي وقذارات الشافعي وقذارات المعتزلة وقذارات الصوفيين والقطبيين الأنجاز رؤوس مشحونة بهذه القذارات ويضاف إليها تشكيك في مقامات أهل البيت إساءة أدب مع أهل البيت انتقاص من منزلتهم تشكيك في أحاديثهم ورواياتهم إلى قائمة طويلة من هذا الضلال الواضع رؤوس مشحونة بكل هذه القذارة عليها عمامة إبليس وفي أسفلها لحية جهنمية وهم يدعون كذبا أنهم نواب صاحب الزمان ولا يعرفون شيئا عن صاحب الزمان صنعوا جدارا سميكا من قدسية زائفة مادته ديخية الشيعة وجهلهم وسفاهتهم فماذا أصنع مع ضيق الوقت ومع سفالتي ودجل هؤلاء المراجع ومع واقع شيعي ديخي سفيه أحمق ما وجدت إلا أن أقوم بإيجاد ثقوب وثغرات في هذا الجدار السميك من القدسية الزائفة ولم أجد وسيلة لذلك إلا باستعمال الألفاظ السوقية والألفاظ القاسية والألفاظ المحشة وهذا هو الذي فعلته مع علمي أن هذا يخالف منهجي وذوقي السابق وأن هذا سيسيء إلى صورتي وإلى سمعتي وإلى شخصيتي وأن هذا سينفر كثيرين من الناس من طريقة هذه لكنني لا أبالي لا أبالي لأنني لست خاطبة ودي أحد لا أبالي بأي أحد أرى أن رسالتي ستؤدى بنحو صحيح بحسب قناعتي أنا لا أسألكم إلا أبالي بآرائكم ولا أحترم اقتراحاتكم لأنكم مسخرة أساسا مسخرة كيف أبالي باقتراحات مسخرة ومهزلة ومضحكة لحمير أعرفهم أتحدث عن عمائم النجف وكربلاء عن مراجع النجف وكربلاء القرآن يصفهم بأنهم حمير قد لا تتفقون معي أنتم أحرار ولا يضيرني أن تخالفوني ولا ينفعني أن توافقوني أنا أؤدي رسالتي فالذي دفعني إلى استعمال الألفاظ السوقية والألفاظ القاسية جدا والمحشة جدا في بعض الأحيان لأنني أجدها وسيلة ناجحة في يدي كي أفتح ثغرات في هذا الجدار السميك من القدسية الزائفة التي بنيت على خداع ودجل وضحك على الذقون يجينا شايب أثول ذاكرته ضعيفة يتأتئ في الكلام فنفترض فيه من أنه الأعلم الأعدل أو هو فده عد أحمار ويبدأ التقديس ويفرض سلطة أولاده وأصهاره علينا إلى أن يكرف الموت ونخلص من عنده نخلص من شر الأموال تسرق يأخذها الأولاد والأصهار انطوت هذه الصفحة اللعينة إجانا شايب آخر أثول طايع عضلة مثل اللي قبل أو نفس الفيلم ينعاد وهم يبدون من الصفر يبدون من الصفر حتى السرقات الماضية تمشي في طريقها ويبدأون سرقات جديدة وهم راح يفرض أولاده وأصهاره المأبون والسرسري والصقاط ويجي يفرضهم على الشيعة من جديد وعلى هالرن طحين اشناعم وإلى أن يموت ويكرف الموت ونخلص من شرة وطحة حظة يجينا واحد وراء آخر مثله وهذا الفيلم مستمر من سنة أربعمية وثمانية وأربعين من أسس الطوسي الحوزة المشؤومة في النجف إلى يومنا هذا يروح سربوت ويجينا سربوت وهكذا هي إقطاعيات دينية إقطاعي ديني يذهب يولي ويجينا إقطاع ديني جديد وهكذا تستمر الأمور وكلما مر الزمان كلما ازداد سمك هذا الحائط إنه حائط القدسية الزائفة التي أسسوها على جهل الشيعة وعلى حميرية الشيعة واستحمار ها رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسوان واحد قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنا أخر بابا ما توصل للنوبة إلي قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش اش يعلم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلام قبل خمسة قل يلا مستعجب مش ده قلنا تركب يعني خلاغة أغام ميشيني كما تقول خلاغة أغام ميشيني يتبغل أبو كان حالة تقوش ديخ عربي تقوش والنص عبارة كنا على وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسم عربي قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ شئ لا معلم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة من نسبة لذولة سرسرية هتلية سفلة وما أذكره من أوصاف لهم فهو كثير عليهم وأنا استعملت هذه الأوصاف بحسب الأدب القرآني بحسب ثقافة الكتاب والعترة لذولة سرسرية سرسرية لذولة سرسرية لذولة سرسرية لذولة سرسرية لذولة سرسرية